الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أولا نشكر الله تبارك وتعالى على امتنانه علينا بهذه الجلسة المباركة بإذنه تبارك وتعالى ثم بعد شكر الله عز وجل ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله نشكر أولا أهالي هذه القرية الطيب المباركة بإذن الله تبارك وتعالى وما وجدنا منهم إلا الترحيب وحسن الضيافة في هذه المرة وفي المرات الماضية وما وجدنا منهم إلا حب الدين وحب العلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنة الفردوس الأعلى ثم نشكر شكرا خاصا للذين أقاموا هذه المحاضرة وبالأخص عمنا الشيخ عبد الرحمن جزاء الله خير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في أهله وفي ماله وفي ولده ونسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا جلسات ومحاضرات أخرى وبان نقف مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي من خواتيم سورة المائدة قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هذه الآيات المباركة الإخوة والآباء الأفاضل والأخوات فيها فوائد عظيمة جدا وكلام الله عز وجل مليء بالفوائد لكن لمن تدبر والقرآن يحتاج لتدبر قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال في سورة القتال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن تدبر كلام الله وجد الفوائد الكثيرة العظيمة ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ قال الله أيذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر للناس إذ قال الله يا عيسى بن مريم أول فائدة في هذه الآية إثبات صفة القول لله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لأنه قال إذ قال الله والقرآن الكريم كله يثبت هذه الصفة شكذا لما تجي تذكر آية بتقول قال الله تعالى فكل القرآن يدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل فالله تعالى يقول وقوله الحق عز وجل وقوله ليس كقول المخلوقين لأن القاعدة يا أخوانا أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فصفاته لا تماثل صفات المخلوقين أبدا ثانيا إثبات النداء كذلك لله تأخذ من قوله يا عيسى لأنه يا يا النداء وإذ قال الله يا عيسى دا يا النداء فربنا سبحانه وتعالى ينادي و كذلك يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه الله عز وجل نادى موسى عليه الصلاة والسلام فإثبات النداء لله عز وجل صفة من صفات الله وكذلك المناجات ربنا ينادي كما أنه ينادي وكما أنه يقول كذلك ينادي لأنه قال قربناه نجيا والفرق بين النجوة والنداء العلماء قالوا النداء بكل البعيد وبيكون بيصوت مرتفع دا النداء يعني الآن ولله المسأل الأعلى لما زل يقول لك نادي فلان نادي لي فلان لازم يكون بيصوت عالي وفلان دا بيكون في الغالب بعيد دا النداء النجوة النجوة بيكون بيصوت منخفض وبكل القريب شاكد موسى عليه السلام لما كان بعيد ربنا قال ناديناه ولما قرب قال قربناه نجيا ومن ذلك قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فربنا سبحانه وتعالى كل هذه الصفات ثابت له بنص القرآن وتليق به عز وجل كذلك يتكلم الله عز وجل يتكلم قال تعالى في سورة براء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة حتى يسمع كلام الله والقرآن كلام الله غير مخلوق القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى فدمسأل مهم يا أخوانا لأنه تتعلق بالعقيدة فيجب على المؤمن أن يثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة من الرسل من أولي العزم الخمسة من الرسل وهو هو الرسول الذي كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما في بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام بيناتهم ما في رسول والفترة البيناتهم ستمية سنة ستمية سنة وهو أي عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام والجبادي كلهم اسمهم بني إسرائيل أو بني إسرائيل فعيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل وقصة معروفة في القرآن وأمه مريم عليها السلام قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم العلوى اختلفوا متى قال الله لعيسى عليه السلام هذا القول هل لما رفعوا لأن عيسى عليه السلام رفعوا الله كما قال بل رفعه الله إليه ربنا رفعوا حي وما مات كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال وما قتلوه يقين فعيسى عليه السلام حي لا الآن حي وينزل آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال فلما أراد قوم من بني إسرائيل أرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام ربنا رفعوا رفعوا إليه وألقى على أهد منهم شبهوا وده كان أجر مواحس فيهم شوف ربنا إذا أراد أن يكيد فلا أحد يقدر على كيده المجرم فيه ما كان بدبر الشغلة ربنا ألقى عليه شبه عيسى فالجماعة لما فيه قال لهم أنا مع عيسى قال لهم لا إنتزعتك ما في مغرج كتلو طوال كويس ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام إليه طيب فالعلم اختلفوا المفسرين الكلام ده الله قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام لما رفعوا ولا حيقولوا له يوم القيامة بعضهم قال بالقول الأول وبعضهم قال بالثاني لكن الصحيح والراجح من أقوال المفسرين إنه حيقول للكلام ده يوم القيامة ليه ليه قالوا كده وليه قالوا ده الراجح قالوا لأنه أصل ربنا سبحانه وتعالى بيسأل عيسى السؤال ده توبيخ للناس العبد عيسى عليه السلام فالسؤال ده بيكون يوم القيامة قدام الناس العبد عيسى يعني ربنا لمن يسأل عيسى عليه السلام الناس العبد بيكونوا واقفين توبيخ لهم هذا كقولي تعالى وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ لَيَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ توبيخ للناس الكتلوة ربنا يسأل الموؤودة بأي ذنب قُتلت عشان يوبخ الناس الكتلوة بغير ذنب بنفس المعنى ربنا يسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة توبيخا للذين عبدوا عيسى عليه السلام وأمه من دون الله يا عيسى بن مريم أنت أو أأنت كلها قراءات صحيحة أأنت وأأنت أأنت قلت للناس هل أنت قلت للناس ولاحظوا يا أخواننا أنه ربنا لا يستعلم ربنا لا يستعلم يعني شنو يعني لما سأل عيسى عليه السلام هذا السؤال ربنا يعلم أن عيسى عليه السلام ما قال للناس شاكد ربنا ما بيستعلم المغلوب بيستعلم يعني أنا ناس لما أقول لك أسمع أنت صحيح قلت لفلان أنت صحيح قلت لفلان أنت صحيح قلت لفلان النصارى النصارى عبدوا يعبدوا كفر الذين قالوا ربنا يقول في القرآن ربنا محمد محمد ما جاء لفلان لكن جاء محمد و قالوا الكلام من عندكم في القرآن قالوا فلما جاءهم و نحن بيستعلم لا كذا ما بيستعلم لأولا لو كان عيسى عليه صلاة والسلام حي لما وسعه إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال و إذ أخذنا ميثاق النبيين أو إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين لو كان عيسى عليه السلام حي كان حيتبع منه حيتبع محمد صلى الله عليه وسلم عشان كذا لمن ينزل آخر الزمان ما بينزل كرسول جديد عشان كمان ما يشكل عليك كيف ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم و تاني يجي عيسى ينزل آخر الزمان لا هو بينزل ما بين رسالة جديدة بينزل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالة عيسى عليه السلام انتهت الفترة بتاعتها غلاس انتهت فهولا النصارى كفروا بالله عز وجل لأنهم عبدوا عيسى و عبدوا أمه و كفار الموجودين الليلة ذلك كلهم مسيحين بطرس ميخايل جرجز كركوس أي حاج القادم من ذلك شفتها والله شاء ما يشكل عليك و دي عقيدة أنت لو ما كفرتهم يكون في مشكلة ذاته في إيمانك ذاته كلهم دي الكفار بالله تبارك وتعالى حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى و ما يغشك واحد يقول لك والله معنا واحد في الشغل بيحلف ذي الله والله اسمه بطرس و بيقول والله ما تتغشى بيحلفتو دي كافر والله العظيم ما يغشك واحد يقول لك والله أمينين أمانة يا سلام والله تخد عنده قروش ما يأكلها يا زولة غير منه المسلم اللي بأكل قروشة وإن كان أكل القروش حرام لكن المسلم اللي بأكل القروش أحسن من ذا الكافر الأمين ذا فالناس ما تنخدع فما تشوف مظاهرنا السمحة لا تعجبك أجسامه مظاهرنا السمحة وتعاملنا الراقي وتنخدع تقول يا سلام ياخد الماء ياخد لا يمكن يكون كافر بالشكل ذا لا لا يا زولة بالله يا زرافته دي كافر لأن الكفاء انت قال أبو لهب دا سموه أبو لهب ليه كان جميل وشه زي اللهب انت قاله كان شين ولا جين واحدين قالين أبو لهب دا لو لاقيته في الشارع تشرد منه لا 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 كان صريف جدا بالمناسب في شكله لكن كافر خالد في نار جهنم فالشكل الشكل ذا شي أخوان والدين والعقيدة شي تهني ماذا نخدع أصبع طيب فهؤلاء الذين عبدوا عيسى عليه السلام وجعلوه إلها مع الله وجعلوا أمه إلها مع الله أول حاجة دا هو الشرك البناتكلم عنه وزي ما قال لك الشيخ أي معبود عبد من دون الله صار إلها لأنه نراحظ للآية دي اتخذوني وأمي إلهين هناك ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لأنه المعبود الذي عبد من دون الله اسم إله لكن ما إله حق إله باطل لأن الإله الحق واحد وهو الله تبارك وتعالى والدليل على كلامنا ذا ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي آية وأن ما يدعون من دونه الباطل فأي ذول يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله المصروف له العبادة ده صار إله مع الله حتى لو كان رسول لكن إله بالباطل بغض النظر عن إنه هل هو راضي ولما راضي وبغض النظر عن هل هو بيعلم إنه الناس صرف للعبادة ولا ما بيعلم بغض النظر عن هذه الأمور مجرد ما صرفت العبادات له صار إله بل حتى الشجر الشجر لو صرفت العبادة للشجر الشجر بيقى إله لكن إله بالباطل شكذا كان في مشركين بيعبدوا الأشجار ربنا قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة شجرة فكان بيعبدوا الشجر طيب القبر إذا صرفت العبادة للقبر صار القبر إلها مش القبر التراب لأنه ما بزول بيصرف العبادة للتراب الجوة المتفون جوة مهما كان إذا واحد جاء وقفه وقال القبر وقال يا سيدفلا الحقنا وانجدنا وسو إلينا الجوة ده بيقى إله كان يعلم ولم يعلم انضم وضوع براوه لكن هو بيقى إله لكن إله بالباطل وده ذي ما ذكر لك الشيخ دي الليلة آفت المجتمع السوداني إلا ما رحم ربي والله العظيم مشكلتنا الكبيرة في البلد دي ما عدم السكر ولا عدم الطماطق ولا عدم العجور الحمد لله الناس عائشة ولا بذول ما تبجوع ما جاءبوا لنا ذول في التلفزيون ولا في الجريدة هذا الذي مات جوعا لا قاك أنا لا لا ما شفت ما جاءبوا لما تبجوع الناس عائشة والحمد لله بل في والما في عائشين كلنا والحمد لله يبقى ما نحن ما مشكلتنا في البلد دي عدم عجور ولا عدم طماطق لا والله دي عنا مشكلتنا عدم عقيدة صحيحة يا أخي قورة الجزيرة دي إلا من رحم الله تلف فاكدا أي قرية إلا من رحم الله عندهم عقيدة في زول أجي قرية عند عقيدة في ناس إما في قبة إما في بيان البيان طبعا بيقول محل القبة القبة فيها بيكون في فكه راق الجوة تلقى الحلة إلا من رحم الله أمور كلها أمور كلها معلقة بالفكه كبذل دائر تجارته تمش طوال يجر القبة يا الشيخ السوق اللي عمدي واقف هو الشيخ ذاته واقف خليك من السوق الشيخ السيماشي فيه روحه واقف كويس السوق اللي عمدي واقف وحرق لنا السوق والأولاد ما نجح والمرأة ما ولدت يا أخي دا ما عنده حاجة والله إن إحنا عشان نفهم الناس بنتعب تعب معين الموضوع دا بسيط ساهل يا ناس الزل دا ميت ما عنده أي شي يقول لك يا أخي دا أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليه لا خوف عليه ولا لا خوف عليك أنت لا لا خوف عليهم طيب أنت ما دا أخي في الموضوع لا خوف عليهم هم ما أنت دا لو كانوا صحي صحي أولياء لو كانوا صحي صحي أولياء فلا خوف عليهم هم مش أنت والأمور كله يا أخوانا الواجب إنه نعلق بالله عز وجل أي شي دائره أرفع لي الله عز وجل ربنا بنزل لك الله قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لاحظ وإن من شيء شيء دي نكرة في صياغ الشرط والنكرة في صياغ الشرط تفيد شنو العموم أي شيء أي شيء دائره عند الله والله لو دائر تلفون تسأل الله دائر مو دائر ملح أسأل الله دائر أي حاجة عند الله تسأل الله الله يريدك لأنه الله قال وإذا سألك وإذا سألك عبادي عني فهني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بس هو كيف يدعو الله يا أخواني الموضوع ساهل تدعو الله أرفع إيديك لأي الله عز وجل الشيخ زاد الميد هو دائر الناس يدعو له لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله الشيخ مش من ابن آدم مش ابن آدم الرسول قال انقطع عمله خلاص إلا من ثلاث من الثلاثة قال ولد صالح يدعو له يدعو للميد فالميد بيدعو له ما بيدعو بيدعو له ذات هو محتاج للبرة مش البر محتاج له هو لا هو خلاص عمله انقطع انت أحسن من الشيخ الجوة ليه؟ لأنه لسه زي ما بقوله عندك مجال عندك مجال تعبد الله ده ما خلاص انقطع بعملك كان خير ولا شر انقطع انت لسه عملك ما انقطع فتخلي عملك الماشي تمشي للمقطوع تمشي للمقطوع وانت لسه عملك ماشي وانا الكلام ما بيجصب العقل شاكد المجركين ربنا قال ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا المجرك ده البهيمة بل البهيمة افضل منه يخي البهيمة بتعرف الله عز وجل والله البهيمة تعرف الله ذكر ابن كثير عليه رحمة الله وغيره قال في زمن سليمان عليه السلام شاندار وريك انه حتى الكائنات والمخلوقات تعرف الله في زمن سليمان عليه السلام اصاب الناس قح يعني الامطار ما نزلت ووطنيش فتكده الناس الزراعة بيعرفوا الكلام ده فسليمان عليه السلام ساق الجنود وخرج للاستسقاء شان يستسقي يسأل الله السقية شان الرب ان ينزل المطع ساق الجنود من الطير والجن والوحوش والناس ساق جنوده ومرك ما ارقى البر الخلق سان يدعو الله لما خرج سليمان عليه السلام وجد نملة نملة راقد على ظهراء ورافع قواهيم فوق تخيل معي نملة شوف النملة دي قدر شنو راقد رافع قواهيم آيادية فوق تقول لأنه سليمان كان علم منطق الطير وكان يفهم كلام النملة عليه السلام تقول اللهم إنا خلق من خلقي ضعاف اللهم فسقنا نملة تسأل الله سليمان عليه السلام قال لهم قد كفيتم بدعاء هذه النملة أرجعوا كلهم رجعوا والمطرة نزلت ربنا استجاب دعا نملة يا ناس بعد ذا كل نحا نخلي الله ونرجع للأموات نخلي الله عز وجل ونرجع للأموات الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كلام دا لا يعقل طيب فذال الناس اجعلوا عيسى عليه السلام وأمه إلى هين من دون الله عز وجل وده باب من أبواب الكفر والشرك والشرك دا أبواب كثيرة أبواب كثيرة لأنه الليلة في الإعلام التلفزيون والإزاعة والجرائد وغيرها الإعلام عندنا في السودان عموما ما بيوري الناس الحقائق والله ما بوري الناس الحقائق يعني يجيبوا لك زول قد يكون شيخ ونظيفه بعمة وجلابية وعباية وإي حاج ويجي يقعد في التلفزيون تخيل ماي زول جاي من مسافات بعيدة يقعد في التلفزيون بدل ما يتكلم في المشاكل الحقيقية اللي يتخص الناس والبيعاني منها المجتمع يتكلم في أمور كل الناس ما عندهم مشكلة مثلا حقوق الوالدين دا دين الكلام عن حقوق الوالدين دين لكن منه لما بعرفه لما يعرف حقوق الوالدين منه يأخذ أي الطفل الصغير بيعرف حقوق الوالدين كويس؟ والناس بيحتاجوا لتذكير لكن هذا ما الأساس وده ما الأصل الأصل والأساس إنه توري الناس حق الله قبل حقوق الوالدين حق الله الآن شاء له ناس كتار حق الله حقوق الوالدين ملعوب ما مشكلة لكن حق الله تبارك وتعالى حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيء دا حق الله الليلة كتار حق الله دا شاء له الدول مخلوق فما ممكن يا أخينا أجي أتكلم في حقوق الوالدين حقوق الجيران وجيك واحد حق الهرة حق الكديسة والحقوق الزوجية ما مشكلة أخوانا دا كله نحن لا نستهتر به ولا ننكره كله دين حتى حق الحيوانات دين نبي سأسى الأمر بالإحسان حتى للحيوانات لكن بنقول دا ما الأساس ودي ما المشكلة الكبيرة الآن الموجودة نحن مشكلتنا مشكلة مشكلة عقيدة أخوانا والله يا العظيم في كل البلد دي مشكلة عقيدة دي المشكلة الكبيرة ودي لو اتحلت الباقي كله بنحل الله قال ولو أن أهل القرى قرى جمع قرية حتى أربج دي داخل في الآية كل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا شوف آمنوا يعني وحهدوا وحهدوا الله عبدوا الله بلاو واتقوا تركوا المعاصي وتركوا المنكرات بحصة شنو لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من البفتح الله وربنا إذا فتح في ذوال بيكفل والله ما والله ما بلغ من القوة إذا الله فتح والله ما بزوال بيكفل طيب فتح الله هذا يهو دربو هذا دربو دارين بركات أيوة يهو درب آمنوا واتقوا طوال ربنا ينزل البركات من السماء والأرض تنزل أمطار من فوق تمرق من الواطة بترول يورانيوم دهب فضة ماجنيزيوم حديد أي حاجة ربنا يبسط الأرزاق والبركات للعباد بس إذا وحدوا الله عز وجل واجتنبوا المعاصي والمنكرات فعلوا خلاف ذلك ما في بركات ما في شاكد ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون التوحيد مما يقل عند الناس يكون ما في التاني ما في بركات يكون في جوع يكون في خوف البركة تكون ما موجودة مش معناته أنت ما تصعيل أنه البركة دي حاجة هيناء ما حاجة هيناء أنت ممكن تكون عندك مصادر مصادر اقتصادية لكن بركة ما في تكون عندك نيل أزرق ونيل أبيض تكون عندك أشجار تكون عندك واطة زراعية إن رميت بزر الليلة تقوم بقرة لكن بعد كله الناس برطة لسه تعبانة ليه؟ لأنه ما في بركة ما في بركة قد تكون عندك قروش لكن ما فيها بركة قروش ما فيها بركة ما بتستفيد منها تخش بأجاهة تمرك بأجاهة زراعة تخش بأجاهة تمرك بأجاهة ما في فائدة ليه؟ لأنه البركة منزوعة والبركة من الله تبارك وتعالى أبواب الشرك كتير فيه ناس بيجوا في التلفزيونات وغيرها بيصوروا للمجتمع السوداني إن الشرك ده عبارة عن عبادة الأصناع ليه؟ لأنه ده بجيبه من المسلسلات يقول لك المسلسل الديني ما في شيء اسمه مسلسل ديني الدين ده في القرآن والسنة ما النوم ما للمسلسل يعني نحن دارين ناخد دين من المسلسل هل النبي صلى الله عليه وسلم خلّ لنا الدين في المسلسلات؟ أبدا الدين في القرآن وفي السنة ما لنا وللمسلسلات وبالذات الناس البنجر المسلسلات الدين ذاته ما فهمينه ما فهمين الدين أصلا فيصوروا للمجتمع إن الشرك ده عبارة عن حجر بس عبادة أحجار يجو ناس بيعبدوا أحجار معينة بس ده كده بس الشرك لما نجي نقول يا أخواننا في شرك قل لك منوح السيام والانا القادر يبعد لحجر لأنه فهم الشرك من المسلسل فهم الشرك عبادة شنو عبادة الحجر لا الشرك ما عبادة الحجر بس الشرك أبوابه كثيرة الشرك عبادة الصالحين دباب كبير من أبواب الشرك وده وده أول نوع من أنواع الشرك وقع في الوطني الشرك وقع متين وقع في زمن نوح عليه السلام أو قبل زمن نوح عليه السلام أول شرك وقع سببه شنو سببه إنو الناس عبدوا خمس صالحين تلقون في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرع تقول لهم دل منو؟ دل صالحين ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه قال هؤلاء خمس رجال صالحين خمس رجال صالحين لأنه كان بين آدم ونوح عليه السلام ألف سنة عشر قرون ألف سنة انت عارف في العشر قرون ما كان في شرك أصلا الناس كانوا موحدين معاصي قد تكون في معاصي لكن شرك ما في وكان في الفترة دي الخمسة ديل صالحين جد ما صالحين زي بتاعين دانا ديل لا جد جد طيب الحصة شنو؟ ماتوا الغمسة ماتوا وده بوريق إنو الصالح بموت الصالح ما أولو يا أخواننا بموت وربنا لا يموت شكده الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت شوفوا الكلام ده قوي كيف الصالح ده بموت مات يتوكل عليه مات اسمع القصايت يجيقوا أحد في الراديو يجيب لك قصيدة يقول لك المتوكل لأمر يكل كباش أيها الله عظيم ده قصيدة والله موجودة أسل لو دخلت تلفونك ولا ده مش التلفزيون خش اليوتيوب ده أكتب قصيدة الكباش إن ما جاءبوا عليك تعال غلطني والله في كل بلد كم أدى ولد كباش غير مس وتفل كم أدى طفل كباش يربط ويحل في كل ما حل كباش الماقلت اسمه مخلط كباش المتوكل لأمر يكل كباش ده موجود يا أخوان وده باطل وده كفر بالله والله كفر والله كفر بالله المتوكل يتوكل على الكباش هو الكباش ميت ميت تحت التراب توكل عليه ده مصائب نحن بنعاني منا أخوان صلى الله العافي الخمسة ديل ماتوا الحصل الحصل إنه لما ماتوا ما عبدوا طوالي الناس حزنوا عليهم وده أمر طبيعي إنه نحزن على الناس الكويسين لما يموتوا فلما الجيل دا انتهى الجيل الحضر موت الناس ديل انتهى جو الجيل البعض أولادهم جاءوا من إبليس إبليس طوالي جاءوا وشوف إبليس يسعى كل السعي إنه يوقع بني آدم في الشريك لأن إبليس يعلم إنه دي المعصية الوحيدة اللي بتخلي الصاحبة في النار شوف إبليس دا لو الناس خشوا النار ومرقوا وش الجنة هما بيرتاح أصلا هو دا إنه يخشوا ما يمرقوا أصلا دا يردي شكيدا بوقعهم في الشريك والشريك دا هو الوحيد اللي بدخن سيده وما بمرق تاني إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار فقام جال الناس دين ونوسي العلم ابن عباس قال نوسي العلم وده يدولك إنه العلماء لما يسكتوا الشريك بينتجر في البلد أصلا العلماء لو بينضموا ولو بيركزوا في الموضوع دا الشريك ما بكون كتير فقال بلدنا دي هسي ليه شريك كتير لأنه العلماء ساكتين العلماء الرسميين ساكتين عالم عنده دكتوراء من جامعة وين جامعة وين عمره كله قاعد في التلفزيون عشرين سنة تلقى قاعد في التلفزيون برنامج ديوانة لفتة برنامج الدين النصيحة برنامج ما تعرف مين قاعد في التلفزيون ما يوم واحد بل غلط ما يقول للناس يا أخي ما تمشوا للفكية وما تمشوا للقباب والأضرح ما بقول ليه؟ لأنه قد يكون عنده مصالح خايف أنه يخسر قد يكون رهبة من ناس خايف من ناس المهم فالعلماء من يسكتوا والجهل يتفشى الشريك بيكتر فأول ما العلم نسي طوالي جاءوا من إبليس قال لهم الناس ذيل كانوا أبهاتكم بتوسطوا بيهم لالله شو إبليس ذاتوا بدر جاك ما قال لهم عبدهم طوالي لا قال لهم بتوسطوا بيهم لالله يعني أنتوا عبدوا الله لكن جنوا عن طريق ذيل يعني لو دارت سأل الله قول يا الله الديني بفلا الديني بود يا الله اغفر لي بسوا كده وده هو الشريك ذاته إنك تجعل واسطة بينك وبين الله هو ده الشريك شاكده الله قال وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُّلْفُ عَبَدُوهُمْ طوالي من دون الله لأنه ده الشريك فأرسل الله تعالى إليهم نوح عليه السلام الشاهد عندنا من القصة أنا جبتها له شاكده أنه باب عبادة الصالحين ده باب من أبواب الشريك وده أعظم باب على مدى الأزمنة ليه تاريخ الليلة هسي كلامنا ده لمن يسمعوا الناس المعراضين والهم أصلا بيقعوا في الموضوع ده بيقول لك شنو أول كلام بكره الصالحين يقول لك ديل بكره الصالحين يا أخ بكره الأولياء يقول لك ديل ديل بكره الأولياء والله نحن ما بنكره الأولياء ولا بنكره الصالحين يخي نكرههم كيف نحن في كل صلاة نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في كل صلاة في النافلة والفرط بندعو للصالحين فكيف نكرههم نحن ما بنكره الصالحين نحترم الصالحين ونحترم الأولياء لكن نقول الأولياء والصالحين ما يعبدوهم هل الكلام ده شين هل بزعي الزول ما بزعي الزول ما يعبدوهم ما يصرفوا ليهم أي عبادة ولا يدعوهم ولا يتوكلوا عليهم كل دلاء عز وجل فده أخطر باب كذلك من الأبواب من أبواب عبادة غير الله وأشرك ألا تعليق الكمون والحجبات والودع والصدف وجزمة الشفع والمكشاشة وقرن البقع والله كل ده الليلة فيه إذا الناس اعتقدوا في هذه الأشياء ده شرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه تلقى واحد معلق لا كمون في رقبته مع إنه الكمون بجربوا ولا بيعلقوا بيشربوا ما بعلقوا الكمون بيشربوا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحب السوداء علاج من كل داء أو دواء نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكمون بيشربوا يا أخوان ما بيعلقوا وأنا دائما قاعد أقول إنه ما ممكن الآن نقول له زول جيب حبة البندولة تأت وجهها الرأس ودقها واربطها في كيس وعلقها في رقبته لو في دكتور قال لك كده ده دكتور فاشل بنسبة 100% ما في بندول بيعلقوا البندول بيشربوا بنفس المفهوم الكمون ما بيعلقوا الكمون بيشربوا بس ده الموضوع الليل يعلقوا إما يعلقوا في العربات تلقى عربية معلقين فيها الكمون يقول لك يحفظوها نحفظها من العين ولا نحفظها من الناس المرور كويس ولا يعلقوا فيها جرن البقرة خدتوا الجرن في الحافلة ورا جرن بقرة يعتقد إنه الجرن بيحفظ الحافلة والبيحفظ الله ربنا قال إن كل نفسي لما عليها حافظ صورة الطارق وربنا قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يكلأكم يعني يحرسكم اللي يحرسكم منه الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله اللي يحفظ فالحفظ ما موجود في الحاجات دي في الكمون في قرن البقر جيزة مشفعة اللي يعلقوا تحيد الله مرات تكون ماشي في الشارع قدامك في عربية تلقى سفنجة فردة واحدة سفنجة تشافع وراء رابطة أنا ما عارف الموضوع ده شنوب الضبط يعني والله كلام عجيب يا أخي قالت الصيني الصنع الشبط ذاته ما عنده عقيدة في الشبط الصيني ذاته مش الصيني كافر ما عنده عقيدة في الشبط نحن نستورد الشبط من الصين من الصين ونعتقد فيه شو البلاوة عليك الله تلقى معلق وراء في العربية كويس وغير من الأشياء الصدف كل ذا أخواننا من باب الشرك بالله عز وجل زول طوالي جدي على الشهاد يرميها برضو صور المشايخ صور المشايخ بتلقاها برضو في البيوت وفي العربات نادر ما تطلع الشارع وإلا تجي معلقة عربية فيها صورة شيخ بوراء أو بالجنبات وتلقى مكتوب في الصورة طبعا الصحة والصور دلما بيروجوا بيروجوا للشيخ الشيخ الذي فيها قروش يا أخوان موضوع ده موضوع فيه أرباح أكتر من شركات البترول ذاته والله فيه أرباح تقيلة ما تخيل الموضوع ده هير شكده كلامنا ده بحرقهم لأنهم بيفتكروا أنه كلامنا ده بقطع القروش لا يجب لهم قروش الناس الذين يطبعوا الصور ده ده هم دارين يروجوا للشيخ يعلقوا صورة الشيخ بوراء ويكتبوا لك تهيد الطويل باعو البرق لماعو ده ما لقاك الطويل باعو البرق شنو البرق لماعو طويل باعو يعني الباعي هو كده يعني الشيخ ده بيلحقك شريع في أي مكان هنا يقصدوا كده مش يقول لك ده لحق بعيد لحق بعيد سابق يا يعني تلو دار تندو قبل ما تقول لي يا ذاته يقول لحقك ما في كلام زي داخل ده كلام باطل ولا غوث زمانه غوث زمانه مكتوب في الصورة غوث زمانه طيب قبل زمانه أل كان الغوث منه وبعد زمانه الغوث منه نحن بنعرف أنه الله هو البيغيث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين ما في مخلوق بيغيث ما عنده شيء أبدا ما عنده شيء مع الله عز وجل فده باب عظيم ولا في الدكان يركب صورة الشيخ في الدكان يقول لك لأنه صورة مرات يركب كمية انت تدخش الدكان تقول ده استوديو ولا الحاصش في عشرين شيخ ملصقين واحد كاجم عين واحد نافش ريشو واحد لابس واسخال واحد لابس لعراقي ما بيطمن ذاته والله الولده بطمن أخوان الولده من تشوفه بتبطمن لكن نزل ولا بطمن ذاته تعالي لك إذا تخاف سوى لا يمكن يكون دولي أخ ما ممكن والله أخوانا الكلام ده نحن ما بيقوله سألنا ضحي لكن سألنا جنعك من النازل لابد تقنع منه كويس فتلقى الدكان فيه وصور الناس الجماعة دي المعلقين ويأتي الصباح يكون الشيخ يتملق غبار يشيل ضنب البقر ينفضه تخ وقاله لو نافع ما ينفض الغبار من رقبته شيل الضنب ينفض أبويا الشيخ وحدين يتكلموا معه أبويا الشيخ أصبحت شديد هنا أصبح شديد ما يميشوف أولاده مالو قاعد في دكانك كله ده كلام فارغ وكله ده من باب الشرك وجهل جهل عقاية زي دي موجودة في المجتمع نصر الله العاق لابد نتكلم لازم في أي محل نتكلم نحذر الناس نبين للمسلمين بعد ده بعد البيان وتوضيح بعد دفع من شاء فليؤمن ومن شاف في النهاية لست عليهم بمسيطر كما قال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام فدباب كذلك المشل والداعين والعرافين دباب من أبواب الشرك من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكاهن والعراف ده الكاهن والعرافين ده بيشتركوا في معنى واحد ادعاء علم الغب كلهم بيدعوا علم الغب ما إلا يقول لك أنا بعلم الغب لا ممكن يجيب لك بصورة إنه بيجيب الرايحة مثلا بيجيب الرايحة تلقى فأتعلى غرفة وقاعد كإنه محل بتاع مباحث السرق وتلفون واقف في الصف السرق دهب واقف في الصف ما لكم يا أخوان يقولوا جايل للشيخ الفكي ما لكم والله عندنا مسروقات طيب ده ما هنا يا ناس في بلاغ بلاغ جناعي هناك في الشرطة لا 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 يقول لك ده بجيب الرايحة بيجيب الرايحة كيف تخوش عليه كده تخيل معي أنا بديك يعني شغل عملي تخوش عليه المبروك يقول لك المبروك طيب ما مشكل أول ما تخوش عليه أول سؤال بيسألوا لك يقول لك المبروك سرقوا منك شنو ويتا وكيد ما عارف سرقوا جنو دار تجيبه كيف السرق وجنو تبع عارف أصلا المسروح فكيف تجيب الرايحة ويدفع القروش يدفع القروش يقول له خدت البياط برا سكرتير قاعش كويس تخدت البياط وتدخل عليه تكون دفعت مليون اتنين مليون ثلاثة مليون وانت هناك عندك تلفون مسروق قد يكون سعره مليون يعني يكون التلفون مسروق بمليون وتاني الشيخ سرق منك اتنين مليون جملة المسروقات ثلاثة مليون والله العظيم وزا مشت مرة يعدي ما دهبا بدل ما كان مسروق خاتم كل الدهب يشيلوا الشيخ ما بخليه والله ما بخليه لأنه ذاته هو ذاته واحد من الحرامية لكن البيغني على الناس منه منه البيغني على الناس انه ده واحد من السراغين واحد من الحرامية اضافة الى ذلك انه البيمشي ويعتقد انه ده البيجيب الريحة ده كفر بالله ودي مصيبة يا اخوان الخير التلفون يسرقوا وخير يسرقوا البيت كله ولا يسرق دينك وعقيدتك ما يسرق دينك وما يسرق عقيدتك الحفاظ على العقيدة اهم من الحفاظ على الدنيا وما فيها فمن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتى ايوه ومن اتى كاهنا او عرافا فسأله وما قال صدقه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة فالامر ده خطير يا اخوان ويدخل فيه ستة الودع برضو ستة الودع البترمي الودع وتقول انه حيحصل 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 كله ده داخل في الحديث فهي ذول بيجي لسة ودع يصدق بما تقول من امور الغيب فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ان الغيب لا يعلمه الا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون كل هذه اخوانا ابواب من ابواب الشرك وعبادة غير الله والواجب علينا نجتنب كل هذه الامور وياخوانا والله ازول الله وخل الشرك واحد الله والله اجر يوم القيامة عظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة دخل الجنة مهما ارتكب العبد من المعاصي والذنوب والمعاصي والذنوب محرمة ما نستهوا بها لكن مهما ارتكب ومهما فعل اذا لقي الله يوم القيامة وتوحيده نظيف وعقدته نجيضة مهما ارتكب والله في النهاية من اهل الجنة في النهاية من اهل الجنة ولو دخل النار فانه لا يخلت لانه لا يخلت في النار موحد ابدا مهما ارتكب والله لو عنده عقوق والدين لو عنده شرب خمر لو عنده ما عنده حتى من الكبائر المحرمة فانه لا يخلت في النار الموحد لا يخلت في النار فلو ما عندنا فائدة الا هذه لكفتنا والله فالتوحيد امر مهم وترك الشرك كذلك مهم واهم كل هذه ابواب نرجع للآية انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله هل قلت للناس اتخذوني اجعلوني انا وامي الى هين من دون الله قال سبحانك اول ما بدى به عليه الصلاة والسلام نزه الله عز وجل قال سبحانك سبحانك تنزيه لالله لأنه ربنا منزه عن الشركة ربنا قال سبحان الله عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ربنا منزع عن الشريك إذا كان المخلوق الضعيف ما بيملك شيء ما يرضى الشراكة في زول الآن بيرضى يشاركوه ما بترضى حس لو جاك زول داني شاركك في مالك في أولادك وفي عقاراتك وسياراتك وفي أراضيك ساكت لا بيبقى ليك لا عندك علاقة معه لا أخوك يا أخي لا أخوك ما بترضى تقول لها ما ممكن يا أخي تشارقني طوالي نص بالنص أيوة يخنا تعبان فيه ستين سنة يقول لك لا برضو دار شاركك بالله اللي بيقبل منه ما بيقبل إذا كان نحنا ما بنقبل في شيء أصلا ما حقنا لأنه بيزول بيزول ما حقك عرض من عرض الدنيا في النهاية تستمتع به بتفوت أنت هو ذاته بيزول حقك بتفوت أنت والدنيا ذاته بتفوت ولاك الله قال كل من عليها فان ويبقى وجف ربك ذو الجلال والإكرام إذا كان المخلوق ما يرضى الشرك فكيف بالله عز وجل الواحد الأحد الفرض الصمت مالك الملك ذو الجلال والإكرام خالق السماوات والأراضين كيف يجعل له شريك فربنا ما يرضى الشرك أبدا أبدا ما يرضى الشرك فعيسى عليه السلام أول ما بدى به في الجواب نزه الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون أن يمتنع غاية الامتناع ويستحيل أن أقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شوف الرسل ديل كيف بالله شوف الرسل كيف ينزه الله ويعلم تماما إن العبادة ما حقهم ما ليس لي بحق ده ما حقي العبادة حق الله الرسل يعلم هذا الكلام شكذا ما كانوا يرضى الشرك جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وشئته شوف ما شاء الله وشئته جمع النبي مع الله تبارك وتعالى قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده الرسل ما يرضى شرك قل ما شاء الله وحده الله باراو جاءت جارية تمدح النبي عليه الصلاة والسلام قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي قالت فينا نبي بيعلم البحصة البكرة قال يا جارية لا يعلم ما في غد إلا الله شوف ما أصو ما يرضى الشرك ولا يجام له أحد مش ألو أحد قاعد والناس يشركوا به وساكت أصو ما بيتكلم ساكت فواحد به جاي شارع الظلة البغاد اللي بيطلع كده ما تقبل فترة ياخد عنده مقطع في اليوتيوب والله هنا في طابة عبد المحمود قريب عنده مقطع في اليوتيوب خوش أحضره خوش بس أحضر أكتب الشيخة الجيلي مش الجيلي اسمه كان بيجاي عليك الله شو الزلده شو الناس بيسووا لشنو هو راضي راضي ولا دار يقول للناس يا ناس ما تعملوا كده قاعد في الكرسي يجيبوه يقاعدوا في الكرسي أول حاج يقاعدوا بيجاي فيه اتنين وبيجاي فيه اتنين واحد ينزل منه العمى وديل ما أولاده بداخل داخل بيولاده والده لا ما أولاده داخل دراويش ساكن وهم اسمهم دراويش نحن ما نبذناهم اسمهم دراويش هم راضين بالاسم دا كويس واحد ينزل العمى واحد خدت لمروحة بيجاي شاي لأ المروحة مسكى المروحة والشيخ قاعد في الكرسي يعني يعني ما داير الشيخ يعرض aky倫 عنه. والمروحة شغالة. كويس? بعد ده تعيش هو الصف. صف زي صف العيش. واكفين عشرين نفر. تعرف ده ده هارين شنو? ده هارين بس يقبلوا يد الشيخ. ده موضوعهم كله. هو قاعد زي البرميل. قاعد زي البرميل في الكرسي. والله العظيم. عامل يده كده. والناس جاين بالصف. يقبل ويفوت. بعدين اظن الفرصة مرة واحدة. لو قبلتها بترجع تاني. طوالي تفوت. كويس? وبيرجعوا بورها. بيقول لك ما تدي الشيخ ضهرك. والله عندهم حاجات عجيبة. يعني خشيت للشيخ كده بيوشك. طوالي زي الدفار لما يفضل العفش. ترجع طوالي ورا. بيضهرك. بي ايو. يعني ما تدي الشيخ كده ضهرك. قالوا ده. والله شو. غانون قانون في المرور ما في. والله في المرور ما في غانون زي ده. ترجع بيضهرك. كويس? ونسوان زغرة. وحدات يبكن. ما لا تبكي بيضموعة. ليه يا اخوان في شنو? قل لك الشيخ ما له الشيخ مات. لا ما له. قل لك حبا في الصالحين. يا ناس يا مخشوشين. والله زول ده غشيكم يعني غشة لا يعلم به الا الله. وهو راضي. راضي وساكت. ما يقول للناس يا اخي اتقوا الله. البسو في البسو في ندى ما بيجوز يا ناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا بيعملوا فيه عمايل زي ده. يجو ناس يا اخي. ناس ما معروف. اول من اخر يجو يعبد الناس رقبة. والله ديل نحنا بنتكلم فيهم في اي مكان. ما بنخليهم مصوا. والله لازم نكشف عواره للمسلمين. زي ما هم رضوا. انه يعبد المسلمين لهم. نحن دارينا طلع المسلمين من عبادة الى عبادة الله وحده. لا شريك له. فالانبياء ما يرضو شريك. شكد عيسى عليه السلام. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمته. لو قلت انا كده للناس. كان علمت يا رب. تعلم ما في نفسي. ولا اعلم ما في نفسك. ونفس الله هي ذاته. ذات الله عز واجل. ولا تشبه. ولا تماثل انفس المخلوقين. نعم. فقال تعلم ما في نفسي. ولا اعلم ما في نفسك. انك انت علام الغيوب. الله عز واجل علام الغيوب. طيب. نحن نجيف ان شاء الله. لانه الصلاة جات. فبعد الصلاة ان شاء الله اذا جات الكهرباء نواصل. ونستقبل الاسئلة من الناس. ان شاء الله ما علمنا نجيب. وما لم نعلم. نقول الله اعلم. جزاكم الله خير. انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هم الذين يخشون الله عز واجل. فالانسان اذا بيقرأ القرآن بمخارج الحروف الصحيحة. ما شرط انه يتبحر في التجويد. ويكون عنده يعني علم واسع في التجويد. وكمان الانسان ما يتشدد يا اخوانا في هذا الامر. بعض الناس يتشدد في التجويد. في الغنى وفي المد وغيرة. فالانسان اذا قرأ بمخارج الحروف الصحيحة. وادى اي حرف مخرج الصحيح. وحركته الصحيحة. فده هو المطلوب كما قال الشيخ ابن عثيمين علي رحمة الله. والتجويد تعليم التجويد ما واجب. وقراءة القرآن بالتجويد كذلك ما واجب. كما قال الشيخ ابن عثيمين. لكن زي ما ذكرنا. زي ما ذكرنا. نعم. السؤال بيقول. حكم قراءة القرآن من غير المصحف الشريف. من التلفون. ما بجوز ما ما في مانع اخوان. ما في مانع انه الانسان يقرأ القرآن من التلفون. ما في مشكلة. ما في مشكلة. نعم. طيب ما حكم النساء كبار السن وغير المتعلمات. اثناء الصلاة والوضوء. نقصركم من الاركان. هل هناك اثن. طيب اول هذه يا اخواننا الناس الكبار. الواجب انه يعلموا. يعلموا. بالزات الفرائض. يعلموا الصلوات. وقبل الصلاة يعلموا التوحيد والعقيدة الصحيحة. فالانسان الكبير الواجب انه اولاده يجتهدوا انه يعلموا. او لو ما عنده اولاد الاقربين من المحارم وغيرهم. يجتهدوا انه يعلموا الناس الكبار. اما زول الكبير الجاهل. الماب يعلم اذا فخل ركن او غيره. فده يعذر بجهله. يعذر بجهله. لكن الواجب انه يتعلم او يعلموا اخواننا. نعم. طيب السؤال البعض في قصة سيدنا ادم. يقول السائل في قصة سيدنا ادم. جاءت في ايات من صورة البقرة. تلقى كلمات من ربه فتاب عليه. ما هو الدعاء الذي الهمه لسيدنا ادم. الكلمات قال العلماء قوله ربنا انا ظلمنا انفسنا. فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها ادم عليه السلام. نعم. طيب. حكم قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء. لمسألة فقية خلافية. خلافية بين العلماء. والاولى ان الانسان يقرأ القرآن وهو على طهارة. على طهارة كاملة. من الحدثين الاكبر والاظغر. لكن المسألة خلافية والخلافية معتبر. يعني الانسان اذا قرأ من غير وضوء ان شاء الله لا بأس عليه. وان قرأ بوضوء فذلك اولى واحسن. نعم. السائل بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. القراءة القرآن. يوم. شنو. يوم. شنو كده المتوفى. او المتوفي بيدعا. يعني. المتوفي. صدق في كلمة كده ما. يعني القراءة على الميت يعني. قراءة القرآن للميت. الصحيح انه ما بيصل. نعم. لانه قراءة القرآن من عمل غير الميت. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال. اذا مات ابن آدم انقطع عمله. فقراءة القرآن ما من عمل الميت. انما من عمل غير الميت. فده الصحيح انه ما بيصل الى الميت. قراءة القرآن لا يصل. لا يصل الى الميت. إنما الذي يصل الذي جاء في هذا الحديث قال ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به ذل بيصل للميد وأعظم شيء الدعاء يا أخوان أعظم شيء يصل للميد الدعاء قال لبس الأطفال الكمون والتمايم هل هذا شرك ينافي للتوحيد أيها نعم مش شرك من ناحية الطفل شرك من ناحية اللبس الطفل الطفل ما بيعرف الطفل لو لبسه قنبلة ما بيعرف خليك من كمون ولا غيره الطفل ما بيعرف الحاصل كويس لكن المصيبة الثانية شنو إنه يتربى على هذه العقيدة الطفل حيتربى إنه يكون معلك تمايم معلك كمون فلما يكبر هيكبر على العقيدة الفازة فذي المصيبة هنا لكن بيكون شرك بالنسبة للزولة اللبي يعلق للطفل ويعتقد اللبي يعتقد إنه الكمون العلق للطفل ده ينفع الطفل أو يدفع عنه الضر يدفع عنه الضر فهذا هو الذي أشرك بالله نعم التبرب بالقبة والاعتقاد في الشيوخ ما في قبة فيها بركة أبدا الصماف ما تسمعوا شغل الإعلام واحد جايبينه قالوا زيارة في عيد الأضحى زيارة قالوا إلى مسيد الشيغل ياقود جايبين المزيع قال مرحبا بكم في هذه البقعة الطيبة المباركة بالله تقال روحك في مكة ولا جنو ولا العظيم قال مرحبا بالسادة المشاهدين قال في هذه البقعة الطيبة المبارك ما يجيك يقول شغل زيارة البركة من الله والبركة في المساجد البركة في المساجد وفي الأماكن التي نص عليها الدليل أن فيها بركة أما قبة قبة ما فيها بركة أصلا ومن تبرك بها فقد أشرك أنه التبرك برضو باب من أبواب الشرك إذا اعتقت إنه البركة في صاحب القبة أما إذا اعتقت إنه البركة عند الله وصاحب القبة السبب لهذه البركة فدماء شرك إنما هذا من البدع وقد يدخل في الشركة الأصغر وهو باب إلى الشركة الأكبر نعم قال الزبح والنذر للشيخ وزيارة الدجالين والشيوخ زيارة الدجالين فصلنا في المحاضر الزبح والنذر للشيخ من الشرك لأنه ربنا قال فصل لربك وانحر أي وانحر لربك فالضبيحة عبادة يا أخوان والذبيحة لله أما الزبيحة للشيخ هذا من الشرك الأكبر من الشرك الأكبر نعم طيب هل سجود السهو في صلاة النافلة فيها خلاف بين العلماء سجود السهو نعم فيها خلاف بين العلماء ولكن كما قال ابن قدامى عليه رحمة الله الحنبلي قال والسهو في الفرض والسهو في النفل كالسهو في الفرض فالسأل يا أخواننا في النفل وفي الفرط واحد ده صحيح من أقوال أهل العلم نعم طيب السؤال البعد قال يوجد شيخ يدعو في التلفزيون في قناة النيا اللازرك اسم محمد المنتصر اللازيري ده صوفي من الطريقة السمانية دي من نيانا ما من السائل صوفي من الطريقة السمانية دي من نيانا يقول يا جوز تقول نظرة يا شيخ فلان ومدد يا شيخ فلان بيجوز عنده لكن في الشريعة الإسلامية ما بيجوز قال الدليل كمان دا يجيب له دليل سبحان الله قال الدليل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أسيح لك الله دا عنده علاقة والموضوع دا جيب لك أصغر شافع أقرأ له الآية دي قل له هل الآية دي فيها دليل أنه نقول مدد يا أبو هاشم هل فيها دليل نقول مدد يا شيخ فلان ما فيه دليل لا بتتكلم عن حال المنافقين بعدين انت بتستديل بحال المنافقين لا بتتكلم عن حال المنافقين يوم القيامة يقول للمؤمنين انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآيات من صورة الحديث الشريك ما عنده دليل يا أخوان انتوا القاعدة دي سبتوها ما في شريك عنده دليل أبد لأن الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به برهان يعني دليل ما عنده اي دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل ولا من الفطرة ما في شريك عنده دليل أبدا شكدا تتحدى اي مخلوق اي مخلوق تتحداه انه يجيب دليل انه نشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطان ما يقدر يجيب أبدا فهذا الرجل نحن بنحذر المسلمين منه فعلا بيجيبوه في قناة النيل الأذرك رجل يعني صاحب شر الناس يحذروا كل الحذر بيجيبوه في قناة النيل الأذرك محمد المنتصر اللي زيرك فالناس يعملوا حساب من هذا الرجل نعم لأنه داعي للشرك طيب طيب ما حكم قول صدق الله عظيم بعد الفراق من قراءة القرآن ما من السنة ما من السنة أما قول الله تعالى وقل صدق الله فقل صدق الله عموما مش بعد القراءة لا عموما قل صدق الله والله تعالى صدق نعم ومن أصدق من الله قيل لا أحد أما قول صدق الله أو صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن ما من السنة والدليل على الكلام ده لما طلب النبي سعى سلم من ابن مسعود والحديث في الصحيح طلب منه أن يقرأ عليه القرآن فقال ابن مسعود أأقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غير فقرأ عليه ابن مسعود قرأ عليه آيات من صورة النساء فلما بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال النبي سعى سلم حسبك لاحظ ما قال صدق الله العظيم قال شنو حسبك يعني كفاية قال فرأيته فإذا عيناه تذرفاني من الدمع فما من السنة من البدع ما حكم تقبيل القرآن برضو من البدع يعني يبوس المصحف كذا من البدع يا أخوان ودما من تعظيم القرآن قل لي لي لأنه من أعلم الناس بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هل قبل القرآن أبدا هل كان يقبل القرآن أبدا فدما من التعظيم لكتاب الله وخير الهدي هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحد مرة ناقشت في الموضوع اللي قيته بيقبل في المصحف قلت له يا أخي ما من السنة يا أخي قال لي أنت أولادك بيتقبلون كتاب الله ما تقبلون أولادك بيتقبلون أولادك بيتقبلون لأنه ده مشروع تقبل أولادك لكن ما مشروع تقبل القرآن لأنه لو كان مشروع لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فده أفهم نقطة مهمة إنه تقبيل القرآن ما من تعظيم القرآن لأنه لو كان من تعظيم القرآن لقبله النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثلاثة هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعيشة كالرجل أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة السرية الأصل يا أخوان إن المرأة والرجل بيشتركوا في العبادات ما لم يأتي دليل يخرج المرأة ده الأصل فالأصل إن المرأة تقرأ في الصلاة الجهرية تقرأ جهرا ما في مشكلة والصوة المرأة يا أخوان ما عورة إلا إلا إذا خضعت بالقول تابعوا له الكلام ذا كويس فينا يقولوا صوة العورة صوة المرأة عورة على الإطلاق غلط الكلام ذا صوة المرأة ما عورة على الإطلاق ليه؟ لأنه ربنا ما نهى المرأة إنها تنضم إنما نهاها تخضع في القول انتبهوا ربنا ما قال المرأة ما تتكلم أصلا لا قال ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإذا المرأة تكلمت كلام عادي حتى حتى مع الرجال إذا تكلمت كلام عادي ما فيه خضوع بالقول يعني ما فيك السير للكلام وكذا فهذا ما حرام أصلا ودي فتوى الشيخ بن عثيمين تلقوها صوتية موجودة نعم فما في بأس إن المرأة تقرأ في الصلاة الجهرية تقرأ جهرا نعم قال حافظ للقرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يصو فيها قبل القراءة فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك؟ لا ما بجوزها ذلك دارين يأكلوا بالقرآن واحد يجي سوقوا من البيت ذلك الفنان يسوقوا يقول لا 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 فيه عزة يجيبوا يقعدوا ويطوطح يقرأ يطوطح يقرأ شان يجيلاق يرشات ويمشي ده ما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة رضوان الله عليه وما كان الصحابة والسلف رضوان الله عليه ما كانوا يأكلون بكتاب الله أبدا ما كانوا يفعلون هذا وقراءة القرآن في المآتم والله الحديث ذلك ما مرى عليه أول مرة أسمع به فبيحتاج لمعرفة سنده أولا إذا صح بعد ذلك نحتاج نعرف المعنى وهل يجوز أجرى على قراءة القرآن الكريم كما يفعل بعض القرآن في مصر جاوبنا في مصر ألا غيره على الجواب الذي ذكرناه هل يجوز إحراق المصاحف الممزغة أو التي فيها غلط ثم دفنها نعم العلماء يقولوا بيجوز يجوز إن المصحف إذا بيقى قديم وورق مقطع يحرق يحرق ولا مانع في ذلك نعم حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب والسلم أما جماعة يعني مجتمعين مش كده جماعة أما إذا كان من باب التعليم نعم كلهم كده بصوت عالي إذا كان من باب التعليم يعني مثلا واحد يقرأ ويقرأ وراه عشر عشرين ثلاثين يقرأ وراه شان يعلمهم فده لا بحس به لأنه ده من باب التعليم أما إذا كان من باب التعبد فهذا ليس من السنة هذا ليس من السنة وما بيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يطلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة الحديث ما بيدخل لأن الحديث يطلون كتاب الله يعني يزول إقرأ براه أي يزول إقرأ براه ده المعنى نعم إلا إذا كان من باب شنو يا أخواننا التعليم تتفصيل العلماء قال عندي مشكلة في تفسير الآية ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أرجو من فضيلتكم التكرم بشرحها والله الذي يحضرني الآن في هذه الآية إن الإنسان لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يشتري بآيات الله الكونية والشرعية الثمن القليل وده كقول النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فالزول ما يشتري الآخرة ما يشتري الدنيا بالآخرة هذا ما يحضرني والله أعلم في سورة الكهف قال وكذلك أعثرنا عليهم أن وعد الله حق الصحيح ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هل هم المسلمون منهم أم أهل الشرك منهم ديل أهل الغلبة كما قال ابن كثير عليه رحمة الله الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ديل ما العلماء إنما ديل أهل الغلبة الناس لعندهم السلطة ولعندهم المكان والمال وفعلا ما حجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا القبور مساجد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم أن تتخذوا القبور مساجد نعم هل هم متهدون ولا شنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن الله اليهود والنصارى يحذر ما فعله الجواب كما كما أجبنا ما معنى الآية رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت لما أنزلت إلي من خير فقير اللام هنا بمعنى الباء يعني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي أنه يعني لا يقنط من من رحمة الله ويرجو فضل الله تبارك وتعالى ومهما أنت بيجيت غني ومهما بيجيت عندك أنت فقير إلى الله ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لاحظ يا أيها الناس النازل فيهم الأغنية ذاته اللي عندهم عمارات والعربات داخلين في الآية الله قال لهم شنو أنتم الفقراء مع أنه عندهم عقارات وعندهم أموال لكن فقراء لمن؟ فقراء لله زوية قالوا ربنا لو سلب منهم نعمة واحد ما يقدر يرجعوا بأموال ولا بعقاراتهم ولا غيرها نعم دل معنا السؤال البعد جاوبنا مسألة زيارة حكم زيارة النساء للقبور من المسائل المختلفة بين العلماء ما بين مبيح ومانع ومفصل والحاجة إلى معرفة حكم حكم الله تهم الجميع نعم جاوبنا نعم المسألة فيها غلاف الشيخ الألباني يقول أنه يوز لكن الصحيح كما ذكرنا أنه ما يجوز زيارة المرأة إلى المقابر طيب الكراهة من غير التحريم جاوبنا طيب المقتول المقتول هل مات بأجله؟ أم قطع القاتل أجله؟ والله هذا صحيح العجيب خلاص يا أخوان الزول المقتول مات بأجله ما أجله تم خلاص يعني أنت قال لو ما كتله ما كان حيموت لا حيموت فدي من أمور القدر يا أخوان والأولى أن الإنسان يسلم في هذه الأمور وما يحكم العقل في هذه الأمور فالزول المقتول مات بأجله لكن الكتل ذا سبب هذا سبب نعم الحمد والشكر هل معناهم واحد؟ وعلى أي شيء يكون الحمد والشكر؟ كلمات دي العلماء بيقولوا فيها دي من الكلمات التي إذا اجتمعت افترغت وإذا افترغت اجتمعت كيف؟ يعني إذا لقيت أي واحد براها فهي شاملة الثانية والثانية شاملها إذا لقيتنا الاثنين في محل واحد الاثنين بمعنى واحد زي الفقير والمسكين وزي البر والتقوى وغيرها فدي من الكلمات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت أي في المعنى؟ الحمد تعريف الصحيح عند العلماء وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم ده تعريف الحمد وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم وإذا كان وصف من غير محبة وتعظيم فهو متح وليس حمد ده الحمد الشكر أصح تعريف الشكر هو العمل الصالح الشكر هو شنو؟ العمل الصالح لأن الشاكر لله هو العامل للعمل الصالح والدليل على الكلام ده ربنا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح وهنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فقابل ذكر الشكر مع ذكر العمل الصالح فصار الشكر هو العمل الصالح كما قال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله طيب أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر والله هذه مسألة تنازع فيها أهل العلم زي التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر نعم ومثل هذه الفروقات لو دائر تتوسع فيها تراجع كتب ابن القيم عليه رحمة الله فالذات كتاب بدائع الفوائد كتاب بدائع الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله يناقش هذه الأمور الفقير الصابر أفضل أم القني الشاكر بعضهم يقول الفقير الصابر أفضل من القني الشاكر وبعضهم يقول العكس لكن في كل خير الفقير الصابر فيه خير والغني الشاكر فيه خير لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصابه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وذلك وليس ذاك أو ذلك إلا للمؤمن ففي كل خير إن شاء الله نعم خلاص كده أخوان وين طيب هل يجوز عند ختم القرآن قراءة الفاتحة وبداية البقرة الله ده بيحتاج لصحة بيحتاج لدليل صحيح بيحتاج تلقى الكلام ده في بعض الكتب لكن بيحتاج لدليل صحيح أنه ده تعبد أخوان والعبادة الأصل فيها التوقف ما لم يرد دليل صحيح إما من القرآن أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى إن الإنسان يتوقف في هذا الأمر ما لم يجد دليلا صحيحا نعم يزاكم الله خير بارك الله فيكم المظاهرات والخروج مالو المظاهرات المظاهرات ما بيجوز والخروج على الحاكم ما بيجوز وما نحن القلنا ما بيجوز لا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي ناس ممكن يقبلوا كلام الفادة إن بالأدلة وكنت أنت مبسوط أيها خلاص لما نبين لك هنا برضو بالأدلة خليك مبسوط وإلا لو وجدت في نفسك حرجة طوال تراجع إيمانك لأن ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية لاحظ من خرج أي ذول مندل العموم خرج على أميره أميرك إما الحاكم أو نواب أو الولاد أو الوزراء كل من كان في دائرة الإمارة من خرج عليه قيد شبر شف شبر ده قدرده شبر والشبر ده ممكن يكون بكلام بالمناسبة يعني ما تفتكر إن الخروج إلا تسل سيفك وتمرق الشارع وما تفتكر الخروج إلا تطلع وتقول تسقط بس لا ما إلا كده أنت لو قاعد جوا بيتكم وقاعد تقول تسقط بس ده خروج والله العظيم وحرام وربنا بيسألك يوم القيامة والله لأنه قال قيد شبر شبر طيب الشبر ده كذا انت براك تخيل قيد شبر قدرده بس وأول خروج كان على ولاة الأمور في الأمة كلها كان باللسان يا ناس ما كان بالسيف أول خارج يمنو في الأمة الرجل اسم ذو الخويصر خرج على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان حاكم لأن ربنا قال له وأنحكم بينهم بما أنزل الله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم وكان هو الإمام فقام هذا الرجل لما جاد ذهيبة قطعة بتاع الدهب النبي صلى الله عليه وسلم قسمه طوال الزلدقام قال يا محمد اعدل فإني ما أراك تعدل أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أزول الله هل طلع سيف؟ لا قال بي لسانه فالخروج أول الخروج لسان أول الخروج شنا هو أنه لسان فالخروج ما بيجي إلا بها دا اللسان انت لقاءك ناس خارجين مباكمين مصمتين لا 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 في البداية بيبدو بالكلام والله هذا الحاكم ظلم وكال حقنا وووا وووا كلام فالكلام ده هو أصلا بداية الخروج بداية الخروج كلام بعد ذلك بيطلعوا الشارع فالزويل القاعد جوا وبيقول تسقط بس أو يقول الحكومة دي ما نافع ده خروج والملك بره برضه خروج وكل ما بيجوز الدليل الحديث الذكرناه من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية يبقى حلال ولا حرام حرام لأنه ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي شي حلال ميتة جاهلية ما ممكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء في آخر الزمان قال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي لاحظ ذلك كويسين والكعبين الذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كويسين ناس قلوب قلوب شياطين دبقى لك بيكون كويس ما كويس بعدين ما بيستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب قلوب قلوب شياطين في جثمان إنس لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي قال الصحابة رضوان الله عليهم ما تأمرنا يا رسول الله إن أدركناهم كان لقينا ناسين نزوجون نقول تسغط بس نقول كذا لا قال اسمعوا وأطيعوا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع ما يجي دكتور يغشك يقول لك إن ضرب مالك أخذ مالك بحق وضرب ظهرك بحق طيب أصله إذا كان بحق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما كان قال كذا ما بحق مش كذا أغوانه وأصلا إذا ضربك وأخذ مالك بحق يقول هو عنده حق أصلا يبقى أنت المطلعك شون أصلا إذا كان بحق معناها المال أصلا ذاته ما مالك لأنه شاله بحق فما تسمعوا كلام الدكاترة اللي بيجي منه التلفزيونات والواحد بيجي في المنبر ويا ما تعرف يا والي وين ويا وزير شنو تنحى تنحى ليه شان يقعد هو ده موضوع كل زول فيهم بيطلع ما في الشيوخة اللي بتلقاهم في التلفزيون وبتلقاهم في المنابر بيهيجوا المسلمين إنهم يطلعوا الشارع والله ما في شيخ واحد قاعد يطلع انت شفتهم طالعين ما في شين يطلعك انت ويملاك فل يقول لك اطلع ولا بد ان تسقط انت تمرك بيجاي هو يمشي يركب عربية ويمشي لأولاده والله في النهاية أكان انت مشيت كتلوق ولا دقوق ما فارقة معه في شي وكان مشيت انت وقلبت الشغلة هو طوالي حيجي يمسيك لأنه مشهور أكثر منك انت ما عندك أي عاجة عرفت يا أخوانا؟ أفهموا الكلام ذا كويس دا زي شنو؟ زي المقولة اللي بتقول أحمل عبدك على الفرس فإن نجا فهو لك وإن قتل فقد قتل أيو يعني مثلا زمان كان الواحد تكون في معركة ما بيطلعه يطلع العبد بتاعه يركبه بالفرس يدي السيف يقول له يالله أمرك إذا العبد دا ما شكت له ما خلاص عبده مات مش كده أخوانا؟ إذا جاء راجع في النهاية عبد الزلد بس بي نفس المفهوم النازل ما تتغشي يا ناس والله النازل المجرمين الشيوخ الدكاترة البتلقون في المنابر يهيج المسلمين والله يدي المجرمين وعندهم أغراط انت قد تكون ما بتعرفه وشايفينه ده شيخ ما شاء الله وزول ما شاء الله لا 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 يا ما زي ما بيقوله تحت السواهي دواهي فأعمل حسابك شديد من النازل الخروج ما بيجوز يا ناس وما فيه مصلحة أصلا كده وريني الآن مصلحة واهدي أسي جمال قاعدين يقولوا تسقط بس وريني مصلحة واهدي ما رقوا بيها عملوا شنو يا أخي بمبر بمبر في اللجنة الشعبية ما لقوا الله العظيم لهم الآن كم من ما مرقوا ما لقوا أيها الحدي الآن ما لقوا شي معنات الموضوع ده ما فيه مصلحة أصلا وده ما معناته يا أخواننا إن الناس يسكت على الظلم أو إن الناس يقر الظلم أو إن الناس يسكت على المنكر لا ما معناه كده لكن نصيحة الحاكم والإنكار على الحاكم يكون بالضوابط الشرعية يكون بيشنو بالضوابط الشرعية يا إما تكتب له خطاب ما تكتب في الجرائد ولا في الفيسبوك ولا في الواتساب لا تكتب له خطاب عديل لو عندك واتساب أكتب له لو عندك الواتساب حقه لو فيه أكتب له ما مشكلة لكن ما تكتب في المجموعات وفي الفيسبوك وما قروبات وشنو كله ده ما بجوز أكتب له ما لقي الطريقة أضرب له تلفون ما لقي الطريقة أمشي له ما لقي الطريقة رسل ذول يمشي له ما لقي الطريقة أيها خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما شغل ما كسر رقبة خلاص أنت كده الديت الواجبة عليك أنت مش شايف الموضوع ده واجب خلاص الواجب سقط عنك لأنك ما مستطيع فكده يا أخوان الموضوع ده كده فالناس يصبروا ونسأل الله عز وجل نسأل الله يفتع علينا إنت إنت رزقك عند الحكومة نحن من قبل بننظم في شنو من قبل منقول في شنو ولو أن أهل القرى آمنوا وفي السماء رزقكم الرزق ما عند الحكومة أنا قبل ما قلت لك لو ربنا فتح البركات ما في زول بيمسك وكل الناس قالوا آي طيب إنت الحكومة الحكومة عاملة لك شنو مضايقاك في شنو أنت ما رزقك عند الله تبارك وتعالى يقول لك لا لكن البنزين يا زول البنزين عند الله يقول لك ها مولانا ما ها ما لك عندك رأي إنه البنزين عند الله لا لا ما في رأي خلاص أسأل الله يديك بنزين وأسأل الله يجيب لك جاز وأسأل الله يجيب الكهرباء القاطعة دي وأسأل الله يديك أكل ويديك رزق الحكومة ما عندها عليك شي ما عندها عليك شي الزول لو عنده عقيدة صحيحة وتوحيد صافي والله بيلجأ إلى الله عز وجل وبيطلع من الفتن والجوتة الحاصلة يا أخي بلاوي نسأل الله العافية يا أخي نسوان ما أرقى في شوارع مرة ما أرقى قالت تسقط وعاملة فيها دار تقلب الحكومة هي ما قادرة تقلب لا أقول راسة تقلب الحكومة والله العظيم أنت ما قعد تشوفها الحاصل ولا شنو مرة ما أرقى فاكة فاكة شعرها ورابطة طرحتها في النص وشغالها تسقط بس وتزغرت لليديك أشان ديك كمان يشيلون الحماس الواحد عامل فيها عنتر ابني شدات لما انت زغرت له أوه يجر يدو بمبان بمبانين يجي راجع انت قال عنتر كان بيرجع عنتر كان بيخد جوة فانت لو عنتر بتجد حقه تمش قدام اخذي كلها شغلة فارغة نازل تقول لهم بالأدلة مشكلة تقول لهم بالعقل مشكلة معه رزاته تقول لهم شنو نسأل الله السلام والعافية الخروج ما بيجوز المظاهرات ما بيجوز ده الذي ندين به الله عز وجل والبسألنا منه الله يوم القيام نعم آخر سؤال ما عليك سؤال هنا في الورقة لأنه اخواننا الظرف ما بيسمح قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم الصحيح يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيها الآية في سورة النساء دليل واضح على وجوب طاعة ولاة الأمور واجب الله أمرنا إنه نطيع ولاة الأمور نطيع شنو ولاة الأمور والوالي يا أخوانا إذا صار والي على المسلمين ده والي شرعي ما يجي يلبس عليك زون يقول لك يا أخي ده ما جابه انقلاب جابه انقلاب ما جابه ولاية شرعية نقول لك مش الآن الأمن استتبليه مش الآن 30 سنة الأمن مستتبليه وهو الوالي على الناس حتى لو جاه بطريق غير شرعي فهو الآن ولأمر شرعي والدليل على كلامنا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ثم قال وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي عبد لأنه إمارة العبد ما بيجوز مش كده أخواتنا الشرط في الأمير على المسلمين إنه يكون حر طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عبد وقال لك تأمر تأمر يعني شنو؟ راجع اللغة تأمر يعني براه أمر نفسه ما أمره تأمر سميه قلع سميه قلاب سميه أي شيء تأمر عليكم براه بالقوة وعبد نمرة اثنين نمرة ثلاثة حبشي ليه قال حبشي؟ لأنه الوالي العام على المسلمين لازم يكون قرشي النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قرش ما بقي منهم اثنان طيب ده ما قرشي ده حبشي عديد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو كل الحاجات دي كلها بقت موجودة فيه تأمر قلع اثنين عبد ما حر ثلاثة حبشي ما قرشي أيو فعليكم بالسمع والطاعة أها رأيكم شنو؟ أو رأينا شنو؟ كلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام نهدي وين؟ لابد نقبل ونقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر يا أخوان ونسأل الله اللينا ونأدل علينا وصدقني كل ما نحنا صلحنا الحكومة ذاتها بتتصلح زان نحنا بيقينا كعبين هم بيبقوا كعبين ما هم مننا اتا قيلون جاي من انجلطرة ما مننا في النهاية كأن نحنا صلحنا الله بصلحهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اتصلحنا بيصلح اتخربنا بيتخربوا فالواجب علينا نتصلح وندعو لهم بالصلاح يا أخوان ندعو نقول اللهم أصلحوا لا تأمورنا لأنه إذا هم الصلحوا أحوال الأمة تنصلح ما ندعو عليهم ما نقول الله يسوي لهم الله يعمل لهم لا ندعو ليهم وفي النهاية دي المسلمين ولا ما مسلمين مسلمين يا أخوان مسلم فندعو ليهم بالصلاح حتى تنصلح أحوال الناس نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا جزاكم الله أحوالنا لو أذنتوا لينا تكونوا ما أقصرتوا واحد لكن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كيف قبل وم بعد؟ قبل وبعد كيف؟ داخل الصلاة آه نعم الصحيح إنه يكون في نهاية الصلاة قبل السلام بعد التشهد ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد في حديث ابن مسعود قال إذا تشهد أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره بعد ذا قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فإنه غامن أن يستجاب له غامن يعني حري أن يستجاب له فأفضل من أفضل المواضع إنه الإنسان كتر فيه الدعاء وده موضع الله عز ويل يجيب فيه دعوة الداعي بعد ما يفرق من التحيات آخر صلاتك في أي صلاة فريضة ولا نافلة بعد ما تخلص الصلاة وتجيب التحيات التشهد وتجيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحي والممات وشري فتنة المسيح الدجال بعد ما تنتهي من ديل بعد ذاك أدعو ويتقاعد لسه قبل ما تسلم أدعو زي ما داير من خيري الدنيا والآخر بعد ذاك سلم ولو داير كمان تسلم وتدعو ما في مشكلة لكن يكون الدعامتين بعد الأذكار لأن المشروع بعد الصلاة الأذكار استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام استغفار تلاته ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخر وتسبح ثلاثة وثلاثين تحمد ثلاثة وثلاثين تكبر ثلاثة وثلاثين وبعد ذاك لا إله إلا الله المئة وحده لا شريك إلى آخر بعد ذاك تقرأ آية الكرسي بعد ذاك المعوذتين والإخلاص بعد ذاك تدعو أنه دي الأذكار محلة هنا بعد ذا طوالي أرفع يديك لي الله عز وجل ودعو الله عز وجل بما شئت بالدائر ويت أما الدعاء الجماعي دا يهول ما بجوز وده من الأمور المفتدعة واحد يقوم يرفع يده والباقين يقولوا آمين والغريبة أنا البستغرب ليه وشنو إنه بيخصصوا زول واحد كإنه زول دا دعاءه مستجاب زول واحد والله من الصلاة أنت يا حاج فلان الفاتحة كإنه حاج فلان دعاءه مستجاب كإنه مستجاب بس إلا ذول دا هو تلقاه نسأل الله السلام والعافية تلقاه خاتي خاتي التنباق في المركوب بره حاج فلان نسأل الله السلام والعافية فيأخوان هذا من الأمور المبتدعة أي ذول يدعو براه ياخي أنت أعلم بحالك من حاج فلان أنت عندك أمور خاصة بي قدرت رفعها لي الله هل حاج فلان بعرفها؟ هم بعرفها أسأل الله براك أشكي لي الله حالك أنت في السر في الغفاة قول لي الله عز وجل أي شي دار تقوله في الأمور الشرعية أسأل الله عز وجل براك أما الدعاء الجماعي ما من السنة ومن البدع المنكرة جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله عز وجل براك